اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى تمديد عطلة الأمومة أما قبلها نسمع التقرير راجعين كلمنا اليوم على عطلة الأمومة اللي هي فترة من الإيجازة يتم منحها للأم بعد الولادة اللي تمكينها من التعافي الجسدي والنفسي والاهتمام بطفلها الرذيع وتعتبر العطلة هذه حق قانوني في العديد من الدول في العالم وتهدف لتوفير الدعم والراحة اللازمة للأمهات في المرحلة الاستثنائية من حياتهم تعتبر عطلة الأمومة حق من حقوق المرأة لحماية صحتها وصحة طفلها وتعتبر تجربة الأمومة تجربة استثنائية في حياة كل مرأة هذا عليش؟ لازم تتمتع المرأة العاملة اللي تعيش التجربة هذي بصفة خاصة بحماية قانونية من أفضل ما يكون تعزيز لحقوق الإنسان وحماية لتوازن الأسرة والمجتمع ككل تجدر الإشارة أنه نص القانون التونس يعدد 112 العام 1983 المؤرخ في أصنع ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية نص في الفصل 48 المتعلق بعطلة الولادة وعطلة الأمومة على ما يلي أن المرأة تنتفع بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهرين مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة ومن هنا جاءت فكرة تنقيح القانون هذا بش يتلائم مع متطالبات الحياة للنساء العاملات في بلادنا ويحافظ على امتيازاتهم في العمل ويحافظ على صحتهم النفسية والجسدية بش متوليش تجربة شعور الأمومة عبء على المرأة وعلى العائلة ككل لأن تونس تعد من بين الدول اللي حق التقدم كبير في تمكين المرأة سياسياً اقتصادياً لكن تقلد تنسي مناصبها في الإدارة لكن على الرغم من هذا التقدم ما زالت عطلة الولاد تعد نقطة ضعف رئيسية في المنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق المرأة في تونس وعاد موضوع رفع مدة أو الترفيع في مدة عطلة الأمومة في تونس يدفو على السطح من جديد بعد ما قررت العديد من المنظمات منهم منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان ضمن مشروح عالم كندا صوت النساء والفتيات يرمي إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات عفواً الاشتغال على الموضوع والدفع نحو إعادة منقشة رفع مدة عطلة الأمومة في تونس وهذا في إتار منح نساء العاملات العمل اللائق اللي يحمي صحتهم النفسية والجسدية ويحمي المصلحة الفضلة خاصة للرضع ثم إلى الأطفال هذا علاش سمى مبادرة أطلق عدد من نواب لتعجيل عطلة الأمومة نتعرف على أهم تفاصيلها مع ضيفنا في حلقة اليوم هو نائب ومساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني سي أمين الورغين مرحبا مرحبا بيك مرة أخرى ننطلق معك مباشرة بخصوص المبادرة هذه المبادرة الجديدة مهمة كما قلنا في التقرير للنساء والرجال لأنه عنا قانون لكن قانون هذية كأنه مقصر اليوم يقصر مع المرأة يعطيها شهرين بركة يذولي حسب الأراء والأراء التبية والعلمية أنه شهرين بركة والأم تبعد على رضيحها يعتبر كأنه تقصير من الدولة وتقصير من الأم في حد ذاتها خطر صغير في شهرين ما ينجمش تكتمل منعته ومستحق أمه أكثر لذلك ذهب مجموعة من النواب إلى مبادرة مبادرة هي التمديد في عطلة الأمومة بينصور بالاشتراك مع المنظمات للمجتمع المدني كنت أعطينا فكرة أكثر هو مشكورين سادة النواب الزملية على المبادرة وأنه لأخيقة زادة نشكره المجتمع المدني اللي تحرك وقام بدراسات لازمة وكيف كيف تم تنسيق ندوة بش سادة الزملية طلعوا على كل الحيثيات وكانت مخرجاتها مقترح قانون هي زولي مبادرة قدمها الخطة السيادي في الخطة الوطن السيادي ومجموعة من النواب تمت إحالتها من قبل مكتب المجلس إلى لجنة الإدارة ورقمنا ومكافحة الفساد كيف كيف قلنا أنه لازم ناخذ وراي لجنة الصحة في العلاقة هذه اليوم لحقيقة نشوف القانون الموجود من عام 83 وبالتالي ما وكبناش التشريع لحقيقة المسار التشريعي في ظل تطور معناها التشريعي اللي نشوفوه على مستوى العالم شوفنا البلدين سكوندا اللي بي سكونديناف اللي وصلوا لحقيقة عملوا قفزة نوعية في موضوع عطلة الأموم وعطلة أبوه كيف كيف اليوم أصبح الأمر ضروري في ظل أنه اليوم الإدارة تنسية فيها نجم معناها المرأة تنسية تخدم أنتليت خفايا وتكون معناها أطفالها الرضع والغير الرضع نعرف اليوم أن الطفل يحتاج أمه من يوم إلى ستة سنين بش تكون معناها مراحل لكن المبادرة هذية إلى القديش ماشي المبادرة هذية من شهرين إلى ستة أشهر على ما ظن أه أه وتم يعني كيف كانت قلتو تم عرضها على لجنة الصحة شنو هي كان رأي لجنة الصحة هو المبادرة أه أول خطوة أنها تكون في مكتب الضبط مكتب الضبط يحيلها للمكتب المجلس مكتب المجلس حالها لجنة رقمنا ومكافحة الفساد والإدارة وبالتالي اللجنة ما زالت مجتمعتش لحد الآن في خصوص هذا الموضوع يمكن تكون برمجة الشيماعات بتوازي مع مشاريع القوانين الأخرى نعرف أن مشروع القانون هذا مقترح القانون مهم جدا بالنسبة للمواطنين عنده تأثير على الأسرة التونسية وبالتالي نحاول أنه يتم نظر فيه صفة دورية لكي يكون تقرير جاهز في أسرع وقته ويتم عرضه على الجلسة العامة هل يتم عرضه على الجلسة العامة؟ هذا برمجة لجنة الإدارة والرقمنة والفسادة التي ترأسها سيري ذات اللاعي هو الأحقيقة المسؤول على البرمجة وبالتالي كما قلت السادة النواب لا تتمش النقاش لا نعرفه الأراء متجهل ويتم تعرف أن السادة النواب كيف يكون في نجمة قد مقترحة التنقيح نجمة من ساتة شهر يزيدوا يطلعوا أكثر ولا يتم التنقيح فيها هذا الكل يأخذوا الجوان مختلف القطاعات الفعلة ويأخذوا أراء نس كل بشي ناجم يكون الحقيقة مقترح قانون يأخذ حقه في الدراسة قبل العرض على الجلسة العامة السادة المستمعين أكيد فرحوا بالمبادرة هذية اللي ينتظروها الكل لخطر بالحق عذاب برشا أن الأم بعد شهرين تخلي ولدها ترجع للخدمة الأكيد أنها تتعطل في طريقة رضاعت وما يتمتعش بالرضاعة الكيم للحقيقة تقص على مدة الرضاعة بسبب الخدمة بعد الخدمة نقولوا خدمة ثمانية سوية ونحيلها ساعة متاع الرضاعة لكن في الطريق وهي تستنى في الترانسبور وقبلها شوية كنا نحكيو على الحال المتردية متاع الأسطول المتينة وعلى وسائل النقل التقليدية بشتغلت لدارها بعد أكثر من ثمانية سوية هذا أكيد حتى نحكيو على مستوى الرندمان كيف تحبها تعطي مثلا مردود به في الخدمة وقت اللي هي متشغلش بعلى صغارها معناها شهرين تخليه وترجع تخدم على الروحة عنش كومش تخليه وتعرف أن الصعوبة تاوي مش تخليه ونشوفه تاوي في العديد من المشاكل المتعلقة في الحقيقة في اللي تصير للصغار ومهيته مش موجودين وبالتالي كما قلت أنا الأواني أن الراجع لحقيقة ذا مشروع قانون معناها قانون موجود في البلاد من عام 83 أنا مع مراجعة كل القوانين لحقيقة الأقديمة واللي ما هيش في صالح المواطن اليوم من نساء يستحقوا معناها في تونس إنو تكون عطلة أمومة في أكثر من شهرين يستحقوا خمسة ولا ستة شهور وكيف كيف الصغار زادوا مستحقين لو مهيتهم بشيخ ذو أنت تعرف فما دراسة تقول أنه صغير يجبوا معناها يتلقى الرضاع اللي منذة تاربعة شهور على الأقل اليوم شهرين هذي دراسة موجودة اليوم يجبنا ناخذ الجوانب الصحية صرتو في علاقة بصغارنا نشوفه طوى فما أجيال وراء أجيال قاعدة أجيال مستقبل الدولة تونسية ويلزم كيف كما قلت لحقيقة يتكون عنده مرعاية الصحية الكاملة تعرف أنه حسب كيف كيف قول دراسة الصحية أنه صغار يرضع أربعة شهور تلقى حتى منعته خير وصحة خير وذي لحقيقة مهم جدا في كما قلت الصحة الصغار واضح وتول يسمى وفينا يقول لك شنو الفرق بين القانون القديم تا شهرين واجديد وكيف نحيو بشي خلصوني بشي خلصوني مش بشي خلصوني بشي خلصوني بشي خلصوني نشتر شهرية كيف شنو موجود في القانون معناها هذي شهرين أكيد حاصلي وهو شهرين حاصلين موجودين بالنسبة للإخلاص نور مرمو فمحكي بشي قعد الشهرين والشهرين الأخرين نور مرمو اللي هما يمشي صنصول هذا ما المتعرف عليه المتعرف عليه لكن كما قلت رو يقعد مبادرة سيدة النواب ويمكن تعديلها من سيدة النواب معناها يتم تعديلها على مستوى اللجنة يتم تعديلها في مستوى الجلسة العامة لحقيقة شفت تعرف أنه تشريع المقارن مثلا السعودية ولا الإمارات يعطيه اللحقيقة لسالير متاحهم كاملين قدش من شهر بربي ستة شهور ولا سبعة شهور هذي في السعودية ولا في الإمارات أنا أشوف اللحقيقة أنا نغزل ديما لتشريع المقارن في الدول العربية أحسن أنه ننزجه على منواله وبالتالي كما قلت نجمه نمشيه في أربع شهور أربع شهور سالير يبدأ لكن أربع شهور اليوم ومع وضعية السنديق الاجتماعية ماكتعرف المشاكل اللي تعاني منها السنديق الاجتماعي تتوقعوا أنه فزا بالحكاية هو الحقيقة بشتم دراس المالجون بالكل أنتي تعرف لازمنا تكون فهمة إحسائية دقيقة معناها متاع قدش من من مرأة عاملة في القطاع العام ولا في القطاع الخاص وقدش معناها معدل النساء اللي تولد في العام مذاك يكونوا في القطاع وبالتالي نجمونا القاول جانب الفورمولة اللي تجي مع القانون شكرا لك مش نحكيه على حاجة أخرى سيامين ديوم مش نحكيه على قانون مكافحة الإقصاء المالي وهي مبادرة من رئيس الجمهوري وين وصلت حكينا عليها الساعة المبادرة هي كيف كي كما قلت زاد نفس التمشين وجي المكتب الضبط مكتب الضبط تتحال المكتب المجلس مكتب المجلس حالها لجنة المالية عفوا مبادرة من مبادرة من سيد رئيس الجمهورية وهو الحقيقة هذا في تمشي اللي تخذته الحكومة في الإصلاحات اللي أعلنت عليها منهم قانون مكافحة الإقصاء المالي هو يمكن اليوم من خلال القانون ذينا نمكنه الفئة الهشة الفئة الضعيفة الفئات اللي ما عندهش ولوج الحقيقة للمؤسسات المالية في إنها تلقى الحقيقة اليوم فضاء وين يولي عندها الحق إنها تدخل للمؤسسات المالية بالحقيقة بدي فورميل اللي يكون يعاونها هما وعلى قدهم كما نقولون نحن نفس الشيء زيدا هو يوسع سلوحيات التمويل السريع التمويل الصغير يعطيه ولوج للتمويل من البنك سنترال بأسهل بمعنها بأقل فايدة بأقل ما يقعدش مستحق للفايدة العالية المشتة بشكل كالتمويل الصغير يكون لحقيقة بفايدة أقل كيف كيف يعطي زاد الولوج للمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة والصغيرة جدا في تلقي التمويل اللازم بش يكافحوا نشاطهم وكيما قلت راويق ديما السيد النووي بنجم ويعطيه في مشروع القانون فما فيئة مهمة جدا واللي هي نسيناها للناس اللي ضررت في الكورونا المؤسسات الصغرى والمتوسطة نجم تكون لحقيقة نحاول كيف نزيدهم في المبادرة هذية خاطر نسى هذية تقصات مالية انت تعرف اللي يعطاها شاك بدون رسيد مؤسسة تعطي شاك بدون رسيد غضو تصبح عندها انتدوكسيون تشيكية هذية يقصها مالية ما عاش نجم عند الحق في الولوج الى التمويلات اللازمة بش تواصل نشاطها يمكن تكون لحقيقة نجم نلقها في انه نحاولوا رجعوا نسا ذية في عجلة الاقتصادية وانت تعرف عنده لحقيقة امباكت به نفس الشي زاد القانون ذا يعطي الولوج للفئات ذات الحاجات الخصوصية في انها تتطلقها تمويل كيف كيف باش تتمويل مشاريع ونحيوها كيف اكثر من تمويل من عند البنوك من عند البنوك من قدش القدش قدش قيمته هو يقول لك القانون يقول لك بما يتلائم مع حاجة هذه المشروع صاحب المشروع مالا هذه الفئات نك نحكيه هنا على ذوي الاحتياجات الخصوصية ويأكد في مشروع القانون على ان تتم مرافقتهم الى حين معناها تكوينهم ويعطيوهم الحقيقة الاساسيات يعطروهم وكذا التأثير وكل شيء انت اليوم تعرف بالقانون الحالي الحقيقة فما ناس ما تنجم حتى تعد قدم البنكة مش تدخل البنكة وبالتالي تعرف انه الكريدي وجيب ضامن وجيب عندك شي حاجة ترهنها وكستيرا هذا الكل يجعل العديد من الفئات لا تنجم تدخل فما ناس كارية وتقع عنده فكرة في رأسه يحب يعمل مشروع وهو ما يحب يمشي يقعد في الخصاصة ويعطيني كرني ويعطيني كذا يقول لك أنا نحب نخدم كيفاش بش نخدم وانا ما عندي ش تمويل اذا القانون هذا اليوم يعطي التمويل للناس هذه تصبح لقيقة نحل أزمة كبيرة مع رزق لها ولعائلاتها وبالتالي قلت هذا مشروع ثوري ويلزم لحقيقة ياخذ حقظه كما قلت على مستوى البرلمان وانه يكون نحنا مع كل شي يفيد التوينسة خصوصا الفئات هذه اللي ناس كل لحقيقة تحب تلقى لها حل جذري في انها ادخلها في الدورة الاقتصادية حبيت تسألك على حكاية أثارة الجدل نهارين ذو ما ناش كنت سمع فينا على سيارة رئيس البرلمان سي إبراهيم بودربيلا بنرش احنا حاولنا الاتصال بالمكلفة بالإعلام بش نسأله شنو الحكاية بتاع السيارة اللي تمسح فقالت انه سي إبراهيم بودربيلا هو ما نتخل على سيارة هذي وقال ما حاش يشبعها لأ هو فما لبس في الموضوع هو شوف يفسر لك الموضوع والحقيقة من مصدر الموثوق وانه هو معناها الرئيس المجل بالنسبة للسيارة السيارة لرئيس المجلس اللي كانت هي مرساديس بش نسمي ما نسمي ما عليني فلماركة هي كانت من جات جات من رئيس الجمهورية لأنه في الوقت اللي تم تنصيب البرلمان في 13 مارس السيارة متاع رئيس المجلس كانت في السيانة سيارة رئيس المجلس موصلح رئيس الجمهورية مالعادي أنها تسترجع السيارة doing pro��� advantage النظام مادم تتصله كرهبتك روز تخيك إهدى هو الحكاية السيارة رئيس المجلس هي مرة أخرى عنده السيارة رئيس المجلس اللي هي ملك المجلس اللي هي كانت عند من رؤساء المجلسي نفس الشي زت تحت بان المرة هذي. ما خاطق انت في الاسلاحة عودت تحت مانو. وبتالي رئيس المجلس يستعمل في سيارة ثانية. عنده سيارة ثانية. اللي هي من نوع اخر. اخر. اي. مفهمة حتى. مفهمة حتى اشكيل. هل هناك قطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس? ما عنديش حتى فكرة ما في مشكل. فمشكون اولى هذا الامر الى انه فم قطيعة. انا انا انا. قاعد يتقابل مع رئيس الجمهورية? ما عنديش فكرة لحقيقة. مقابلة رسمية لا. اي. اي رسمية نحكي اي. لكن ا اذا رئيس الجمهورية اليوم يبعث مشاريع قوانين. ومختومين وكل شيء. وبالتالي ما اقولش فمقاتي عام. نفس الشيء. ما انا الوزارة لكل قاعدة تجي البرلمان. وقاعدين تناقشوا مشاريع القوانين. على مستوى اللي جان. ولا اسأل الكتابي. اسأل الشفاهية. كلها قاعدة تتعدى. شكرا لك على التوضيحات هذه كل. وعلى التفاصيل هذه كل. شكرا لك. امين الورغي مساعد الرئيس مكالف بالعلاقات مع المواطن المجتمع في البرلمان. شكرا لك. شكرا لك. شكرا ل امين. احنا نتقل في غدوة في حلقة جديدة. مرسي بكوشة يا طيبة. شكرا.